طيب طبعا احنا اتفقنا ان الكورس الكميوتر فيجن فيه فيلز كتيرة زي الوبجيكتكشن وممكن الامبو بتاعي بامج او فيديو وحاجة كتير فالمنا انیترا وحاجة اساتي امج الوبجيكتكشن جزويánh او فيه الباشروس كتيرة الهدف انها تفعل الوبجيكتكشن فيه فيه ألغوريزميس قديمة فيه ألغوريزميس موجودة حاليا وفيه ألغوريزميس الليسه ظاهرة خلال سنتين أو ثلاثة فحطباً ندرس الـ Object Recognition Object Detection Algorithmus اللي هي ظاهرة اللي هي لسه ريسنت مش من خلال سنتين ثلاثة اللي استضمت فابريكشنز كتير بنقسم الألغوريزميس لـ Two Stage Algorithm و One Stage Two Stage زي الـ RCNN والFast والFaster RCNN والRFCN والمسك RCNN الـ One Stage اليولو والSSD طيب طيب إحنا كنا قلنا إيه الـ Object Detection قلنا إن الـ Classification إن أنا يبقى عندي صورة وإن أكلاسفاي الحاجة اللي جوه الصورة دي ويقول إن هي عبارة عن كات مساء أو طيب وإن أنا ممكن نعمل Localization هو إن أنا حطي Bounding Books حوالين الـ Object إذا أعمل Classification مع Localization هيديني Bounding Books مع اسم الـ Class اللي موجود جوه الصورة الـ Object Detection زي الـ Classification والـ Localization بزبط ولكن هو وإن ترست أكتر به إن أنا يبقى عندي أكتر من Object في الصورة فممكن يديني Bounding Books حوالين كل Object في الصورة ويديني Class لكل Object أو لكل Object جوه الـ Bounding Books فلو هنأخذ مثلاً إحنا كنا أخذنا ألغوريزم اللي هو الـ Trivial Object Detection Algorithm اللي هو الـ Sliding Window وقلنا إن أنا لو عندي صورة بطر إن أنا يبقى عندي Sliding Window بـ Size معين وأعديها على كل الـ Pixels اللي في الصورة ممكن الـ Sliding Window اللي بيلي هي على هاية سكوير دي تفيدني إن أتعرف على الـ Object أو Region دي وكذلك طبعاً اللي هي الميرور اللي موجودة هنا دي ولو عندي Bounding Books على هاية ريكتانجل بالـ Dimensions دي ممكن يفيدني إنه يتعرف على الـ Jacket ده مثلاً أو البوزة دي وهكذا فاللي بيحصل في Sliding Window إن أنت بتاخد Sliding Window معينة بـ Dimension معينة وتعديها على الصورة كلها وبعدين تاخد Sliding Window أو Window بـ Dimension تاني وتعديها على الـ Image كلها وكل سلايد وكل ويندو أنت هتاخدها بتطلع لك كأوبط من السلايدنج دي بتتخليع لـ Classifier بتطلع لك في الآخر Detective Class والـ Bounding Books بتاعه فاللي حصل إن إحنا عرفنا إن الـ Dispatch من السلايدنج ويندو إن هي بطيئة جداً لو أنت خدت ويندو واحدة بس وعدتها ويندو واحدة بـ Dimension واحد أو Dimension معين وعدتها على الصورة بـ Rose وColums بتاخد وقت طيب ما بالك بقى لو أنت خدت ويندوز كتيرة يعني واحدة Rectangular وواحدة سكويرد و هكذا فـ Number of Big Windows is very large أو إن إنت ممكن يبقى عندك ويندوز كتيرة بالإضافة إن إنت لو حصل واستخدمت أو Convolution Neural Network عشان تclassify الدنيا ممكن تحتاج تعمل Convolution على كل ويندوز طبعاً ده يبقى ياخد وقت ثاني يعني إنت هتاخد وقت عشان تمشي الويندو على Limit وبعد ما تجيب كل الويندوز دي اللي هي الـ Very Large Number of Windows تاخد كل واحدة منه وتطبقى لها Convolution عشان تتعمل Cricive Cache بالإضافة لأن إنت لو عندك مثلاً ويندو بالمنظر ده عندك صورة يجب طبعاً أنه لو عند الصورة بالمنظر ده طيب وعندي مثلاً ويندو كده خليني أرسم بالـ Highlighter ده لو أنا عندي Bounding Box كده خلاص وده جوا Object وجيت بعد كده عملت Stride بحيث أن أنا هبقى كده يعني الويندوز الجديدة هتبدأ من هنا وهعمل كده فالـ Region دي ظهرت في اثنين ويندوز فأنت كده بتعمل same object will be detected multiple windows إنت ممكن يبقى فيه وقت ها يضيع عليك فيه وقت ها يضيع عليك أنك عمال تدتكت الـ Object كذا مرة نتيجة Stride أو أن أنت تأخذ ويندو أوبرلابت مع بعض فالمهم يعني أن السلايدينج ويندو لها دي ظهرت كثيرة وبالتالي نحتاجين أن ندور على الألغرزم ثاني يبقى أحسن بحيث أن أنا أحاول أصرع الدنيا أن أنا أتعامل مع الـ Object Action فنركز بس أن الهدف بتاعنا أن أنا يكون عندي صورة ودخلها على Black Box Model أو Black Box يعني على حاجة بيطلع علي حاجة زي كده باون نيج بوكس وإيه واسم كروس اللي جوه ده ممكن يبقى أي حاجة ممكن يبقى سينينة ممكن يبقى SVM ممكن يبقى أي ألغرزم بأي طريقة بطريقة الماء يعني وفي الآخر بيطلع الأوبود ده فإحنا محتاجين نعرف الموديل ده هيشتغل إزاي أو إيه الخطوات بالضبط لو أنا عايزة أعمل طريقة تانية غير سلايدينج ويندو فمبدئيا أنا برسيف إموت زي كده الامج بيكون بالمنظر ده ببدأ إن أنا لو عايزة تطبق لسينين طبعا لسينين دي ده ده ألغرزمي في الديب ليرنينج المفروض يعني تأخذ وقت وتفهمه الأول أو ترجع لبلايلست بتاع الديب ليرنينج أركتكترز وتفهم لسينين شغال إزاي وده عبارة عن أركتكتر بيستخدم في الكلاسيكيشن ويستخدم فيه الفيتشر إكستركشن أنت ممكن تستخدمه عشان طلع فيتشرز وتدخل للاوبوت الفيتشرز دي على اسفين مثلا أو هو يشتغل منه نفسه بيطلع فيتشرز وبطلع فانوانت الوقت معاك صورة بتدخلها على السينين بيبقى عندك ويندو معينة جوة معايا صورة وفيه ويندو معينة جوة الصورة والنفرد الويندو دي ممكن تبقى الويندو طبعا اللي حوالين ده أي ويندو بتدخلها على السينين بتطلع لك فيتشر مابس فيتشرز مابس دي بعد ما عملت لها تطبعا عملت لها كونفوليوشن بتطلع لك فيتشر مابس وبعد كد تعمل ماكس بولينج بتطلع لك فيتشر مابس حجمه يتغير في الآخر بيظهر لك الفولي كونكتد لير أو اللير اللي في الآخر إن الفيتشرز عندي موجودة على هيئة على هيئة فيكتر فالمفروض الفيتشرز دي أنا ببقى يعني ده أنا هدفي إن أنا عايزة أخذ من الفيتشرز دي وطلع كلاستيكيشن سكورز أقول إن أنا والله الأوبجيكت اللي داخل ده بنسبة تسعين في المية هوا كار وواحد من مية هوا بايك مش عارف إيه مترو سايكل وكذا فأنا عايزة أعمل حاجة زي كده وفي نفس الوقت عايزة أعمل حاجة تانية إن أنا أطلع باونج بوكس باستخدام الفيتشرز اللي طلعت اللي خارجة من آخر فولي كونكتد لير أطلع باونج بوكس حوالين الأوبجيكت طبعاً دي لها تفاصيلة وده لها تفاصيلة بس ده بيتم عمله بيه الـ 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 هنتكلم عن كل ده بالتفصيل يعني طيب فتاني لو عندي صورة طيب باونج بوكس أنت حددته بشكل بطريقة estánمي مبين تورينا ودخلتها على الـ CNN هetaan צحكيم فيتشر ماب الأطلع الأطلع الـ هايبقاء الفيتشرز بالمونزرọn كتب أن تموم من ليeren براحتك تلعق الدكتور في آخر لير أضغط على للاعجم مثل التلعصي الفيتشر pierws هذا لو أريد أن أطلع على كلاسفكيش أو كار أو موتوسيكل أو كذا ممكن أن أطلع باون نيج بوكس فأنتظر أن أستعمل بشيء اسمها باون نيج بوكس رجريسور أنني في الجزء من الشغل بتاعي أتعامل مع الداة اللي جوه الامج اللي جوه الباون نيج بوكس لكن في الجزء ده لأنتظر باون نيج بوكس معايا بأخذ الدايمينشن أثناء الترينج بأخذ الدايمينشن متاع الباون نيج بوكس بأخذ مثلا أنا أقول إنه نوخ دي إكس و إكس إكس و إكس 2 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 بأخذ المعلومات دي و أدخلها على الباون نيج بوكس رجريسور فهو ببدأ يترين وهنشرحها برضو بالتفصيل أنا بس أريد أن أقول إن أنا جيفر دان امج بدخلها على سين إن بيطلع لي فتشر ماب بطلع لي بتدخل بشكل ما على الصوفت ماكس بتطلع لكاسفكيشن بتدخل على الباون نيج بوكس بتطلع الباون نيج بوكس هنعرف دلوقتي بالتفصيل ازاي طيب فلو فرضنا ان انا الصورة بتاعتي برضو داخلت زي ما اتفعلنا دي صورة هي داخلت على سينين طلعت فتشر ماب طلعت فيتشرز من استخدام الفولي كونيكتب لير بدخل الحاجة دي على مين على الصوفت ماكس الصوفت ماكس بتطلع لك بتقول لي ان والله انا شايف ان الحاجة دي كار فحط لك مثلا هنا ايه التسعة من عشر او اي رقم كبير لان هي دي بموتور سايكل اقول لك مثلا انها بايسكن وحطت هنا احتمال كبير لكن كل التنية حطت منهم احتمال قليل فانا بيعندي لهم عشر كلاس بيعندي فيكتور طول عشر وحطه قدام كل بيئة فاليو اللي ايه البروبيريتي بتاعه طيب هنا بقى بيحصل ايه انت بتبدأ تاخد حاجة اسمها الباوننج بوكس اللي حوالينا الموتور سايكل ده او البايسكن بتاخد الباوننج بوكس بتاعه وقدام المعلومات بتاحته المعلومات بتاع الباوننج بوكس بتوعاملة ازاي بتوعبارها عن مثلا اما تاخد اكس وان واكس تو وانك تقول لي هنا نهاية الويندو عبارة عن اكس وان واي وان هنا اكس تو وي تو او انك ممكن تقول لي النقطة اللي في النص دي عبارة عن اكس زيرو واي زيرو وااخد الويندو والهايت فانك تاخد اي طريقة تتعامل بها يعني اي باوننج بوكس لها اربع معلومات يام اكس وان واي وان و اكس تو واي تو او اكس زيرو واي زيرو والويندو والهايت اه تمام فانا هاخد الباوننج بوكس الكتيرة دي اه وادخالها على الالتولوس واشرحها بالتفصيل برضو بعد شوية وفي الاخر انا بتوقع ان الاوب بتاع عامل زي كده انا عندي عشرة كلاسس كل كلاس انا بطلع عليه باوننج بوكس بقول ان انا اه في باوننج بوكس هنا بيقول انه هو هيمان في باوننج بوكس بيقول انه هو كور طبعا انا بافترض ان انا عندي اوبجيكت واحد في الصورة او اوبجيكت واحد من كل كلاس في الصورة اوكي طيب اه 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 معاك الصورة اه ما لنشدعه بالباوننج بوكس معاك الصورة المعلومات اللي جواها بدخلها اللي هو اللي هو البيكس الفاليز والإنتنستس وكده بدخلها على CNN بأي بأي موديل بيجي جي أو أليكس نت وبطلع في تشرب ماب بدخلها على صوت ماكس بطلع لحاجة زي كده طيب الباوننج بوكس رجريسور بقى بيشتغل ازاي انت بيكون عندك باوننج بوكس زي ما اتفقنا بالديمنشن دي X1 Y1 و X2 Y2 بفرض مثلاً X1 Y1 بتاع البود ده عبارة عن مثلاً 200 و 250 النقطة دي اللي احداث بتاعها 200 و 250 200 في الـ X و 250 في الـ Y وعايز تجيب النقطة دي عبارة عن 600 و 400 600 في الـ X و 400 في الـ Y هتبقى الاحداث بتاع الـ Xباكت أو Trous Label أو Trous Bounding Box عبارة عن 2250 و 600 و 400 خلاص؟ بتبدأ تاخد الفيتشور زي بتدخلها على فلوكوينفت لير وبعدين تدخلها على L2 Loss بيطلع لك حاجة ازاي؟ انت هنا بتطلع prediction ان هو مثلاً في اول مرحلة هيطلع لك ان الـ Predicted Label بتاعي 0,0,800 يعني الباون نجي بوكس اللي بقول لها الأحمر ده بابدأ أحسب حاجة اسمها يقول له Toulous يقول لي ان مثلاً 250 0,600,800 بشعارف ايه كل ده سكوير والجميع تطلع لك راكم لو الرقم ده مش بزيرو ده نسبة الررور او الفرق من الباون نجي بوكس ده وده لو الفرق ده مش بزيرو او مش قليل بطار ان انا ارجع بباك بورباجيشن تاني بحيث ان انا اعدي الويتس اللي خلتني ااجي هنا طبعاً بعمل باك بورباجيشن او بسطة مجريدن سنت عشان يرجعني تاني عشان اعدي الويتس اللي خلتني اجيب الـ Predicted Bound NG بوكس اللي بلون الأحمر بعد كده هو ما بيعدي الويتس بيرجع تاني بيطلعلي Predicted Bound NG بوكس اللي هو باللون الأصفر ده 150-700-450 اديني حاجة زي كده احسب الـيرو هتطلعلي برضو رقم انا اكرر نفس العملية غيرت لها ما اوصل لحاجة زي كده اللي هي 250-600-400 Bound NG بوكس اللي هو باللون الأصفر اللي مكتوب فيه تحت بوط يجال احمر اصفر اخضر اصفر او ممكن اللي فوضي نسميه بورتواني بسه فلغد تم الـيرو يوصل لزيرو ساعتها ببدأ اقول ايه ان انا كده الـPrediction بتاع صح وانا كده عارفت اتعلم البويننج بوكس بتاع الـobject اللي داخلي انا كده بتكلم في مرحلة الترين ان انا الطبيعي ان انا داخلي حاجة اسمها truce label ان انا قيل ان انا على فكرة عندي البويننج بوكس كذا وابدت اتعلم لغيت لو ما تقول ان هو ايه ان هو يبقى كازم ابدأ اعدل weight يعني فالمتوقع أن أنا بيكون عندي الأوبوب بتاعي عبارة عن أنك بتقول البرسون الـ confidence score بتاعي أو الـ classification score بتاعي 2 من 100 أنا بتوقع يعني أن فيه برسون في الحتة دي كده بنشبه 2 في المية والبوننج بوكس كازا والنفذ اللي باللون الأصفر ده بعد كده البوت أنا عندي احتمال أن يكون فيه بوكس 95 في المية البوننج بوكس الـ dimensions بتاعته كازا والـ TV وهكذا خلاص فالأوبوب بتاع الـ object detection بيكون حاجة عاملة زي كده لكل كلاس فيه confidence score وبوننج بوكس طبعا ممكن ما تلاقيش بوننج بوكس وتحطها بزيروس عادي أو تحط بأن مافيش مشكلة بس هو دعم ما تنشكت الأوبوب يعني فاللي بيحصل بقى إن إيه إن إحنا كان الـ algorithm أو الطريقة اللي إحنا ما نفكر فيها دي إن إحنا عايزين نحل مشكلة لـ sliding window لـ sliding window اللي عندك صورة 100% محتاج 100% محتاج 10,000 window علشان تقدر 10,000 محتاج تعمل sliding بـ 10,000 ولو قررت الـ window محتاج تبقى مثلاً 20,000 عملت window 3 يبقى 30,000 وكذا محتاج عدد كبير جداً من الـ windows لو استخدمت sliding window فـ instead of a huge number of sliding window sub-images إحنا عايزين نـ propose some regions only for detector إحنا عايزين نقول والله أنا شايف إن الـ windows اللي هي بدل معد عليها pixel pixel أو window window أقول إن أنا شايف إن فيه window 1, 2, 3, 4 هم دول اللي أنا أدور عليهم أو إن أنا أدور على الإجرزم بيعمل بـ propose أو بيقترح لي إن فيه regions ومعينة هنا موجودة دي طريقة أنا بقى نفهم بقى هيعملها إزاي بس بعد ما بيطلع الـ regions دي بيبدأ يدخل دي على object vector على CNN مثلاً وطلع لي في الآخر close ودخل دي على CNN وطلع لي close وهكذا فالفكرة بتاعت الـ RCNN إننا عايزة أقلل الـ number of huge number of sliding windows اللي موجودة في sliding window algorithm بإننا أـ propose some regions بدل كل الـ regions اللي كانت المفروضة تتيجي في sliding window وأقول إن إننا هي دي اللي هشتغل عليها بس في طبعاً طرق بتصدم عشان بسطرة تعمل تـ propose the regions دي بس هنبقى نجيبها واحدة واحدة افرض مثلاً إنت معاك صورة وطبقت الـ algorithm بيجيب extract region proposals فقال لك إن أنا عندي هنا وعند هنا وهنا وهنا دي أماكن للـ objects اللي موجودة اللي متوقع أن يكون فيها objects يبدأ ياخدوا الصورة دي ودخلها على CNN يطلع الـ class ويطلع برضو الـ bounding books dimensions أوكي طيب طيب بيعمل إزاي بقى region بيعمل إزاي يعني بيقول إن أنا عندي object هنا أو بيعمل region proposal إزاي فيه مثلاً فيها algorithm selective search يعني إن أنا بدور بطريقة مقترحة يعني أو إن أنا أقول إن والله أنا هدور مثلاً تريدت الـ color الحاجات اللي كلها اللونها برتقاني أحطها كـ region حاجة كل اللي باللون الأحمر أخدها region حاجة كل اللون الأسود أخدها region وأكذا فممكن باستخدام color أو باستخدام texture أشوف الحاجات اللي الملمس بتاعها خشن أو إن الحاجات اللي اللي هي لون زي بعض أو إن أدور على وكيرفز أدور على السيركل هنا والسيركل هنا أقول إن ديان كويتش عربية وهكذا ففيه طرق كتيرة ممكن أستخدمها علشان أعمل region proposal أو أخطار regions ومعينة في الصورة واحدة من الحاجات برضو إن أنا ممكن أستخدم الـ intensity أبص على الـ intensity لأي الحاجات دي مثلاً كلها لونها أبيض طب الحاجات دي لونها مثلاً أبيض غامق شوية طب الحاجات دي ده اللبني طب ده لونه أبيض ممكن أبصت على الـ intensity طيب لو أنا بصت على الـ intensity ممكن نبقى ده شكل الأوبوت طبعاً الأوبوت ده يمكننا الت pretend with segment region or zoom to the proposal لأن إنت ممكن هنا أو هنا عمل فنقان خله أبجيكت كمروطئاني وأزرق وأخضر أبيض على أبجيكت مع بعض في حال إنه هو أبجيكت واحد فسعب أرد بإنتبه أن أتمام حاجة اسمها grouping إن أنا أقول طيب والله الإبجيكت اللي جنبه بعض ادمجها مع بعض يعني ممكن أن أنا أعتبرها هؤوجيكت واحد تحصوبها اللي كزة كيف فيعني ما فيش طريقة أكلت لسه موجودة الغد دلوقتي دي برضو حاجة اسمها مالتسكيل ساليانسي إن أنا بعد ببدأ أتعامل مع الفاصل فريد ترانسورما إن أنا حاول الصورة لفريكون سومين واشوف المعلومات اللي موجودة عندي ولاقي إن فيه هنا مثلا معلومات في الفريكون سومين إذن فيه هنا أبجيكت وهكذا برضو إن أنا أعمل كده لاقي إن فيه هنا فيه أبجيكت ونفرض الروض فيه هنا أبجيكت اللي هو العربية وهكذا فبرضو لطريقة لإلماتسكيل سايلانسي طيب وقلنا طبعا كده كنتراست وبعد كده فيه الإج دينستي إن إنت ممكن ما تهتم مش خلاص معك صورة تبص على الإجيس تجيب الإجيس يطلع لك حاجة زي كده طبعا هو ما فيش ولا طريقة من دول بيبقى أمور أكيرت لإن إنت ممكن الإجيس تبقى يحصل له deformation يعني يعني مثلا ده كده يعني ما تقدرش تعمل زي ما ده برضو شفنا انه طلع وكذا ريجون مع بعض هنا مثلا هتلاقي ان انا ببقى عايز اعمل edge density وهو طلع ان فيه ريجون هنا وانا حقيقي ما فيش object هنا ولا حاجة الobject موجود هنا فيعني كل طريقة لها مش مش بتبقى accurate والناتج ال edge density بيبقى حاجة اسمها edge boxes edge boxes انه هو بيبدأ يعني يعني highlight النقط اللي فيها regions في ال image وبشكل ماذا بنبدأ نعتمد على الاوباء بتاع edge boxes كان هو دي region يعني او ريجون بربوسة طريقة تانية اللي هي super pixel stradling او stradling ان انت ببساطة بتعمل حاجة زي كده ان انت بتبدأ تشوف ال pixels اللي شبه بعض مثلا 0 كذا 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 دي كده اللي هي الاربعات دي مثلا من 0 4045 كذا كذا دي شبه بعض وحطا هنا في ايه في حاجة بعدين هلقى ان 5 4 لا 50 40 معرفش ايه كذا كذا دي pixels شبه بعض هتلاقي عملها كده وها كذا بالنسبة للمية وهذا كذا بالنسبة للمية ما كون لقى حاجة زي كده ان انا عنده object هو وبعدين فيه object هنا وابجك هنا وهنا يعني بتبقى حاجة زي كده يعني بس هي طرق يعني طرق ال selective search ساعات لما بنيجي نعمل زي ما انت شايف كده segment بيزع ال intensity بيحصل over segmentation بديني حاجات كتيرة بيطلع لحاجة زي كده لما بعمل over grouping بيقدر ان انا ادتكت في الاخر فين بكان ال object طيب فان جنرال انا بيكون عندي صورة انا كنا ال rcnl انا بيكون عندي صورة فيها object كتيرة تمام؟ اول stage عندي ان انا بعمل حاجة اسمي selective search ببدأ اختار بويننج بوكسس جوه الصورة بيطلع لدي ده دي region ودي region وهكذا خلاص؟ باخد ال region دي ودخلها على cnn كل region يعني ال region الواحدة بتخش الواحدها وبعدين بتخش التانية بيخشوش مع بعض فبتدخل دي ودخلها على cnn بيبقى المعلومة ال image ال pixels اللي جوه بتخش بتعمل classification ال dimensions بتاع البويننج بوكس بيستخدمها عشان اجيب البويننج بوكس dimensions يعني هنلاحظ بس هنا انا بقول لك ان ال cnn لازم بيبقى ال input اللي دخلها واحدة نفس dimension فاطرة تعمل لها resizing بتعمل cropping و resizing بييدك كحاجة منذين الخطوات اللي بتعملها بعد selective search بعدين بتدخل ال image ايه فمن هنا جت ان ال rc انه اعتبر two stage stage one بعمل selective search او edge اسمها ايه edge boxes اي طريقة اي طريقة يعني selective search او edge boxes تطلع regions كتيرة بيطلع حوالي 2000 regions طبعا ده هنيكي عندي نوت ليه كده طبعا ده اعتبر disadvantage ما مش لدرج مش ممكن يكون في سورة فيها 2000 object يعني للدرجات فهو بس بيطلع 2000 region proposal selective search هدي stage one ان انا اطلع regions بعد كده stage two ابدأ اعمل classification بقى او regression عادة ما ال beach الجديدة بيكون pre-trend على image net او pre-trend على data set معينة ببدأ ان انا اعمل له fine tuning على region proposal وباخد ال output اما ادخله على softmax او ادخله على svm وانا طبعا بدخله على bounding box regressor عشان اطلع bounding box values دي واحدة من النتائج اللي ظهرت ال rcnn العلال انه هو اعتبر حسن في الوقت بتاع الضايدنج window واكيد طبعا نحسي في izzy اللي انه هو فيه عنده بعض مساق令 ان انه ان حيوان دة عبارة عن بؤوت شايف ان ان هو erlebt اوكي اا مثلاده شايف ان لا اسمه ايه 전�ية ما شارفت سلمان ان أنه عنده برده by banics والحد Pilch مصيره للدهشة انه هو هنا اعتبر انه السباع ده سباع بيرسون وان الحاجة اللافه ده انه سنيك يعني ممكن يطلع اكروسي كويسة جدا في حاجات فيج أو غامضة يعني فهو ديبيتابول يعني المهم ان الديسر البنشت بتاعته انه هو برضو بسلو لانه بيطلع لان سليكتف سيرش الالجوريسمي بيطلع حوالي 2000 ريجون طبعا ده حاجة مرهقة تاني حاجة ان انا باضطر اعمل كروبينج اللي بروبوز ريجون ان انا بعمل لها لسايزينج وهكذا فدي باضطر ان انا اعدى على كل الامزز وعمل لها حاجة طبعا باضطر ان اعمل كونفوليوشن على كل ريجون بروبوزل ممكن الريجون تتوبيه ديكتد كذا مرة مضمنش مضمنش ان انا متأكد ان انا طلعت ريجون بروبوزد ريجون بروبوزي ومو يطلعاليش تاني حاجة جنبها هو هدف منه object detection ويعتبر two stage algorithm بيحل مشاكل اللي هي بتاخد وقت كتير الى حد ما هو حل مشاكلها يعني هو لو بطيء سنة بس بس sliding window أبطأ بكتير بيجاي عشان يحل مشاكل اللي sliding window انه هو بتحتاج عاية كبير جدا من sliding عشان تدتكت الobject ويعتبر two stage لانه هو بيعمل region proposal وبعدين بيعمل classification والregression دي اللي stage شكل الابط بيبقى عمل حاجة عمل زي كده الابط بتاعك بيبقى لكل class بيبقى عند confidence score وbounding box coordinates المقترحة وبستخدم الbounding box regressor عثناء الترينج عشان يصلاح لي او يبريدكت bounding box بشكل معاية بس بيكون دخل له الناتج بتاع cn يعني بدخل الامage cn والconvolution neural network والmax pooling والfully connected والناتج بتاحها بدخلوا على الbounding box regressor بافترض ان الحاجات اللي دخلالي features ويبقى عندي المعلومات بتاع الشقق وكل شقة بيبقى عندي مثلا عائد القوضة اللي فيها المساحة اللي قدامها عائد الحمامات اللي فيها مساحتها معلومات يدي features ويبقى لك ال label بتاحها ان ال price بتاحها الف جنيه فال price ده هو predicted label فانا بقول لك ان في ال image بتاعتني لو عايز تعمل regression انت بتاخد features اللي خارجة من fully connected على ان هي features زي العدد القوض وكده وبتاخد البوننج بوكس ال dimension بتاعه اللي هو بيقول لك ان انا اصلا البوننج بوكس بتاعه من هنا ل هنا على انه هو truth label وتبدأ بقى تعيش حادك في موضوع regression تصدم اي algorithm اوكي وبتبدأ تقلل اروب باستخدام L2 loss و L1 loss عادي يعني طيب بس فداء RCNN وهو طبعا عندنا تبقى واضحة هو ما فوش اي حاجة بيبدأ select regions باي طريقة باستخدام color texture circle و الكيربز باستخدام intensity باستخدام multi scale saliency ال edge density اي طريقة super pixel straddling بس طبعا لازم تيجي في الاخر هنا تعمل فكرة resizing عشان CNN بيطلع لها بيدخل لها input بنفس size دايما يعني بيدخل لها صورة الاولنية بdimension مع السنة وننفض 2027 2027 الdimension اللي بعدها لازم تكون نفس الdimension عشان هي مش بتفهم مفيش داعي اصلا انتنا ندخل windows بdimension كتيرا ده شكل RCNN وده الاوبوت وده disadvantages طبعا لنها تبقى واضحة ان شاء الله نتقابل الفيديو جاي اشتركوا في القناة